احنا درسنا في المحاضرات الخاصة بنا تسع عناصر خاصة بالمواطنة الرقمية وتسع عناصر دول جمعتهم فاربع حاجات مفروض ابدأ اشتغل عليهم مع طلابي ومع ابنائي ايه الحاجات دي بقى احنا درسنا الامن الرقمي والقوانين والقواعد وغيره انا جمعتها في عنصر واحد بقى عندي عنصر القواعد والقوانين والامن الرقمي القواعد والقوانين والامن الرقمي يحكموا كل مجتمع علشان كده قلتلكم النموذج متجير تبقى لكل مجتمع وتبقى لكل دولة وتبقى لكل بيت انا عندي قوانين رقمية وامن رقمي حطوا في البيت علشان حفاظا على اولادي فهبدأ احط القواعد والقوانين والامن الرقمي بما يتناسب مع القواعد والقوانين والامن الرقمي الخاص بالمجتمع بتاعي الخاص بدولتي وبما لا يضر المجتمع الرقمي العالمي ايضا كل هذا لازم استوعبه في مرحلة الادراق عشان كده في مرحلة الادراق عالميا ومجتمعيا وثقافيا عرفت ايه القواعد وايه القوانين والامن الرقمي الخاصة بكل دولة الخاصة بكل مجتمع وبدأت ابني قواعدي وقوانيني الخاصة بي زي ما انا معلم الفصل كده او دكتور في الجامعة محضرتي بحط القوانين والقواعد بما لا يخل قوانين الجامعة او قوانين المدرسة ولكن بما يفيد طلال فدي نقطة من النقاط المهمة اللي يجب ان اسقف بيها طلابي هيبقى تسقفها قوانين وقواعد عالمية وامن رقمي عالمي قوانين وقواعد خاصة بالمجتمع او بالدولة او دولتي او المجتمع الذي يعيش فيه قواعد وقوانين وامن رقمي خاص بي لامان الخاص بطلابي النقطة التانية العنصر التاني القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية ودي نقطة من النقاط المهمة واللي يجب ان يكون الجميع مسقف بيها القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية الوقت المناسب وكيفية استخدامها الوقت المناسب الخاص بيها وقتها امتى هستخدمها وكيفية استخدامها الخاص بيه فدي نقطة من النقاط المهمة اللي يجب ان اعرفها خلال مرحلة التسكيف الرقمي لي ولا طلابي ولا انا سوف اكون به باذن الله تعالى ثالث حاجة عندي الحقوق والمسؤوليات ايه حقوقي ومسؤولياتي تجاه العالم الرقمي المجتمعي تجاه العالم الرقمي الدولي او العالمي دي نقطة من النقاط المهمة اللي لازم اجيب احددها انا ممكن احددها كنت ممكن اكتب لكم حقوق ومسؤوليات كتير ولكن دلوقتي لو انا كتبتها لن تتناسب الا مع بقتي او لن تتناسب الا مع طلابي علشان كده زي ما قلتلكم القواعد والقوانين والامن الرقمي بما يتناسب مع طلابك ولا يخل بالنظام الخاص بالدولة بتاعتك او المجتمع كذلك الحقوق والمسؤوليات بما يتناسب مع طلابك خلال تحليلهم وخلال معرفة بما يستخدموه حطيت حقوق ومسؤوليات خاصة بالشبكات اللي بيستخدموها الشبكات التواصل الاجتماعي حطيت قواعد وقوانين خاصة بيها بما يتناسب مع القواعد والقوانين العالمية وهكذا فدي نقطة من النقاط المهمة جدا الصحة الرقمية ودي نقطة اللي انا يجب ان اقوم بعمل اجزاء مهمة تحس على الصحة الرقمية في الجلوس امام الكمبيوتر في الجلوس امام الايباد او التعامل معاها الجلوس طويلا الوقت بتاعها ودي الصحة الرقمية هتفيدني معاها القدرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية والوقت والكيفية التسكيف الرقمي او الاربع مراحل دول ان شاء الله باذن الله تعالى خلال الفترة القادمة يعني تابعوني فيها بحاول ان انا اعمل زي قتيبات لكل مرحلة من المراحل التعليمية المختلفة وبما يتناسب مع الوطن العربي باذن الله تعالى بس هي محتاجة شغل يعني انا بدأت في الكتابة فيها او في افكارها هبدأ اكتب قوانين بما يتناسب مع التسكيف الرقمي بحيث يبقى فيها نقاط عريضة باذن الله تقدروا تستطيعوا اللي انتوا تطبقوا في مدارسكا او غيره بس انا يعني اتمنى اللي يكون الجزئية دي بما ينبع من داخل كل معلم او ولي امر بما ينبع من داخل كل مجتمع يخلق قوانينه وقواعده يخلق حقوقه ومسئلياته يساعد على الصحة الرقمية والتسكيفة يساعد على التكنولوجيا الرقمية في الوقت وغيره المرحلة الرابعة والاخيرة في الجزئية الخاصة للنموذج بتاعي اللي هي التخزير الرقع ودي مرحلة مهمة جدا التخزير الرقع دي هتمشي معايا من اول مرحلة بتاعة الوعي والادراك الى اخر المراحل بتاعتي في مرحلة التسكيف الرقمي والتخزير الرقع مهمة أنا بعمل تقييم لما قمت به وبعمل مراجعة تقييم يعني إيه؟ يعني تقييم للي أنا أدركته أو وصلني من الوعي عالمياً وثقافياً وغيره هل في جديد ظهر وأنا ما كنتش على دراية به تقييمي للتشقيف اللي أنا قدمته هل الجرعة كافية من التقييم ولا لأ ودي نقطة من النقاط المهمة يعني بقيم كل مرحلة من هذين مراحل بما خرج أو بالفيدباك أو التخزير الرجع اللي خرجت من الطلاب تعاملهم على الجزء اللي خرجت من أولادي أو أبنائي وبعد كده ببدأ أراجع بقى ببدأ أراجع هل أنا عندي نواقص نواقص دي ممكن تكون في إلة وعي بالتكنولوجيات الحديثة في إلة وعي بما يستخدم في إلة وعي بالقضايا اللي ظهرت اللي أنا مفروض كمعلم أبدأ أراجعها وأبدأ أشتغل عليها وهكذا وبالتالي الجزء ده جزء مهم جداً اللي هو تقييمك للمراحل المختلفة مراجعتك لكل ما هو جديد علشان تعطي تغزية رجعة مهمة علشان نشوف هل تجربة تطبيق النموذك في المدارس للمواطنة الرقمية جيد أم غير جيد ويديني اللي أنا أبدأ أرجع أزود الوعي أكثر لمعرفة كل ما هو حديث ومفيد لطلابي وأبنائي في المدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر